في موقع أن أملي على أي طرف سياسي ما هي المراجعة ما هي الأخطاء لكن أنا ما نش في موقع إملاء أما في موقع متاع أن كنت موجود في إطار متاع السلطة وعمل سياسي موجود أيضا في موقع متاع تعليق وملاحظة النجم نعطي راي وخلنبدأ جستموه هو مختار قال عديد الأطراف يستعمل تعطي مراجعاتها وإنا معاه هذه وإنا مراش إلي فم إمكانية للاستفادة من دروس العشرية التي دي ما نقول ليست سوداء وليست وردية هي عشرية رمدية مختلطة فيها البي وفيها الخيب أنا أعتقد منج مش نخرجه بدروس جدية بدون أنه لأطراف الكل المداخلة سلطة ومعارضة سياسة وغير سياسة نسكلت قد تشوف شنو ما صار في العشرة سنوات هذه كل واحد عنده نصيب لكن في الكلام منتع كل واحدة عنده نصيب يقع كأنه تعويم الموضوع في نفس الوقت لأنه فما تراتبية في المسجلية طعا فما حزب محكمش مثلا شو المراجعة بتباعة أنه محكمش ليس في مستوى منحكم لكن حتى لي محكمش كان منخرج في صناعة أجواء وسياق سياسي مش كان لي في الحكم كان منخرج في صناعة سياق سياسي لكن ملحكم عنده مسؤولية أكبر لهنا يلزمنا ناقف للحظة ونقول مثلا أنا كتبت زوز مقالات مرة في 2015 ومرة في 2019 بعد انتخابات 2019 وعملت فيهم حتى تقييمي ذاتي وين كنا في السلطة وشنوها صار فسوز مقالات هذوما أساسا شنوها قلت وكان في نفس الوقت تقييم الدوري أنا ودور الطرف اللي كنت فيه لكن أيضا تعليق على الأطراف لأخرى مارلي فاتت جبت لقاء صار مع رئيس حركة النهضة في بداية 2015 لخصت فيه الاشكال الرئيسي كنت التقيت بيه في جانفي 2015 وقتا كانوا على مشارف الاعلان النهائي الرسمي على حكومة التوافق مع نيدان أحد الأشياء الرئيسية اللي صارت الاشكالات الرئيسية اللي صارت أنه كانت تفويض الشعبي غير المسبوق اللي صار في 2011 ما كانش مجرد انتخابات روكتوبر 2011 كانت تفويض شعبي غير المسبوق على مستوى نسبة المشاركة على مستوى الحماس متاع المشاركة على مستوى السياق ما بعد الثورية اللي ما متنجمش تقارنوا بقية انتخابات أخرى شنوها كانوا؟ كان رأس مال متاع ثيقة غير مسبوق يعني تم منح الناس اللي طلعت ولطرف سياسيتها منسوب كبير وغير مسبوق من الثيقة الثيقة متاع شنوها؟ الثيقة متاع انجاز مطامح وتوقعات الناس في السياق هذيك اللي هي كانت شغل حرية كرامة وطنية كانت مقاومة فساد كانت تثبيت لسيادة عبر سيادة الشعب هذية كان سقف توقعات عالي عالي جدا صحيح لكن مستوى الانجاز كان أقل بما يمكن انجازه هنا المشكلة مش أقل متوقعات لا ليه أقل مما يمكن انجازه نحكي على الإمكان ما نحكيش عليه ما يجب انجازه شنوها المشكلة اللي صار؟ كان بالأساس تبينة وأنا شفت بعيني يعني تبين انو شيئا فشيئا ولا الهدف الرئيسي هو وراثة السلطة وليست تقديم برنامج سلاحي ها الهنية ولهنية صار في حتى في ديكلاش صار في داخل الترويكا وخارجها مثلا نحتيك لو نحكي ولا صندوق ناخد دولي البرح تحكيه على الموضوع هذيك كان موضوع هذيك مثلا يتم تداول فيه على اساس انو مجرد مسألة تقنية مسألة تقنية ولا يجي ويلزمنا نعملو نسدو العجز في الميزانية يزمنا جزت عندما ترحنا وانا ترحت موضوع هذيك ممثلا للحزبي وقتها انو ليه هذيك موضوع سياسي ويلزمنا ليه نخدو عن ايه الترويكا كله ونتفاهموا راهوا ماشيين في اطار مسألة مش حتى سياسية جيو سياسية طالبين مننا دونك فم تصور كامل لانتقال ديمقراطي يعني مش نعمل انتقال ديمقراطي مشابه في منويل التنمية لما قبل الثورة نفس الشي نبدلوا تكنيك موهكا نعملوا آلية انتخابية اما شنو مش نعملوا في التنمية مش ناخدو شوية ديون شوية المشكلة هي ادو الليبيرالية مكانش تتعملوا بالشكل المناسب كما قال تقرير بنك الدولي في 2014 ونواصلوا كما قبل بركة نبدلوا آلية ليه هذي يلزموا نقاش وهذا في اقل حوال يلزموا تأجيل القرارة ذي لما بعد انتخابات المرحلة الديمة وقت كنا نسميوه يعني بعد المرحلة انتقالية بعد الدستور كان من في المقابل ليه حادي الامريكان طلبوا نعملوا هناليش كان انه ما كانش فما ترابطوا مع العضوية الداخلية الحيوية المحلية للثورة انت عندك حاجة غير مسبوقة صارت حاجة غير مسبوقة شعبك عمل فرض عليك سياق ثورة معمتهيش لطرف السياسية معمتهيش لأخبة عملتها الدويخ لديك كالناسك اللي معانتها مكلومة عداتك بر فزي انتي جيت كلهم لاي انا هالديناميكية هذي نحطها على جنبه ونمشي في برنامج ويرهت السلطة لهنى خيبة الامل صارت غديكة اساسا في النقطة هذي ممشينا عادل الصراعات ونستقطابات الاخرى ومن غديكة ولا كل شي مسموح حتى كي ندخلوا في عركة بتاع خطين متوازيين وبعد نطلقاو ونعملوا مصالحة هذيك الكل جنبعد وهو تراكم الهذاكي انا في رأي يلزم مس هالمسائل هذية الحميقة بها هي نجبو كي نعملوا مصالحة عامة نتفهم